وككل مناطق لبنان صعوبات جمى تواجه فرق الإطفاء والدفاع المدني في مهامها لإطفاء الحرائق صعوبات يوضحها لنا المدرب ورئيس مركز جبين للدفاع المدني مخول بو يونس الموجود معنا في الستوديو مساء الخير مخول أهلا وسهلا فيك ببلاتول البي سي آي ويعتيكن ألف عافية يعني للأسف مثل ما شفنا بالتقرير هذا هو الواقع بأكترية مراكز الدفاع المدني ولكن الشباب عم بيكونوا دايما جاهزين وعم بيتصدوا للحرائق ولكن اسمح لقول للمشاهدين وللجميع أنه نحن عن جد فعلا ما لازم نسكر بهذا الواقع أو بهذا الحقيقة أنه دايما شباب الدفاع المدني هن جاهزين لا بكل أساوي اليوم منه جاهزين صحيح؟ صح شباب الدفاع المدني جاهزة بالتدريب جاهزة بالشغل يلي بيشتغلوه على الأرض مية بالمية بس ولكن هالعنصر إذا ما بتأمني له العتاد يلي هو بده ياه الشخصي تيحمي حاله هون ما أسمع أنصر جاهز فالعناصر كلها مفتقرة للعتاد الأساسي يلي بيأمن لهم سلامتهم وحمايتهم بأثناء تنفيذ المهمات كافة إن كان حرائق أو إنقاذ أو إصعاف يعني للأسف يعني ما فينا ما بعرف بأي خانة بدي حطة إن كان ظلم لعناصر الدفاع المدني أو ظلم للمجتمع اللبناني أو إنه هيدا تقاعص أو إهمال إذا فينا نقول ولكن اليوم أنتو يعني إذا فيك تخبرنا أكتر شفنا بغير تقارير وبغير أيام شو هي الحاجات الأساسية بس لفتني أنا وياكنا عم نحكي تحت الهواء أنه اليوم أنتو بحاجة بيجبايل لمطافق يدوية بودرة هذه اللي لفتتني وهذه اللي بتطفوا من خلال الكهرباء إن كان بالمنازل والسيارات يعني أنتو اليوم مش جهزين التطفوا ولا منازل ولا سيارات للأسف يعني نحن عندنا مطافق فاضي أو خالصة صلاحي من 4 سنين من 4 سنين صح؟ وما في تعبئة هون عندنا مشكلة كبيرة نحن بدنا تعبئة لهالمطافق اليدوية لما بيكون عندي أنا حريق بوست كهرباء بدي أضطر استعمالها للأسف نحن ما عم نستعمالها لأنه منا موجودة ما بتعمله؟ أضطر طفي بالأطفائية العادية على المايا يعني بنتر لقاطع الكهرباء من شركة الكهرباء وأمن أنا أنه أنا قطعت الديجونتور أو السيارة قدر أرجع طفي بينما لمن هي بتكون موجودة معي بالألية أنا عم سهل الشغلة علي بس الماء قبل الماء بتستعملوها أكتر للطف للأحراش يعني عم بتشلوها من درب تطفاية الأحراش صح صح لأنه بدرجع روح تعبئة الأطفائية وارجع توقف وإذا عندي حريق صار في عندنا تأخير يعني هالأمور بتفيدنا كتير وكل الشغلة إلى حجتها وإلى عيزتها بالمراكز شو أنتو بحاجة اليوم أكتر شي إذا فينا نقطع عليهم سريعا؟ الأجهزة بتعرف أنت وضع السنترالات كيف عم تنقطع الاتصالات يعني نحن ما فينا كمراكز نتواصل مع بعضنا أو حتى أثناء تنفيذ المهمة بين العنصر اللي موجود على الألية وبين العنصر يلي عم بيطفة أو يلي داخل ما في أجهزة نهائيا أصلاح الأليات للأسف ما عنا صيانة دورية للسيارات عنا سيارات إطفاء بدها دوليب عنا سيارات إطفاء بدها كولييفريم هذه بتشكل خطر علينا وعلى المواطن عنا سيارات إصعاف كمانا بدها صيانة وتصريح ما بخليكم توصلوا على المهمة للأسف أليات إطفاء صغيرة بحاجة كتير لأنه كل الأحراج بتعرفي طرقاتها دايقة والأليات الدفاع المدني الألياتها كلها كبيرة فالأليات الصغيرة بتسهل الوصول بسرعة وبتساعد بالنهاية الحريق ما بيبلش كبير الحريق بيبلش صغير ولما أنا بوصال بسرعة قادر أني قلل الخسارة يلي صايرة عندي شكرا لك مخول بو يونس نحن وإياك اليوم عبر الـ LBCI من خلال هذه الحملة بدنا ندعي كل الخيرين وكل يلي فعلا عم بيشوفوا الوضع يلي عم بيعيشوه الدفاع المدني أنه يستجيبوا لهذه الصرخة يلي عم نطلقها يوميا وهلأ رح ننتقل نحن وإياكم لنشوف سوا ومثل كل يوم مؤشر الحرائق اليومي فأي مناطق أولكن خطر الحرائق فيها كبير ليوم غد الأحد خلينا نشوف سوا بحسب هالرسم البياني اللي خصصته المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالمجلس الوطني للبحوث العلمية لحملة الـ LBCI بيتبين أنه بلدة وحدة هي تحت الخطر الشديد أما 41 بلدة هي تحت الخطر المرتفع جدا مثل ما عم نشوف و692 بلدة هي تحت الخطر المرتفع وهالبلدات هن موزعين كالتالي متل ما عم نشوف بالرسم البياني 86 بلدة بمحافظة عكار 52 بلدة ببعلبك الهرمل بلدتان أو منطقتان ببيروت 49 بلدة بالبقاع 229 بلدة بجبل لبنان 75 بلدة بالنبطية 135 بلدة بالشمال و106 بلدات بالجنوب وطبعا مثل ما بيت معلومة اللي بدوا يعرف أسماء هالبلدات بالمحافظات فيكن تشوفوها يوميا عبر موقع الـ LBCI أما عدد الحرايق فسجل مثل ما عم نشوف أمامنا 54 حريق حريقين منهم طالوا الأحراج و28 حريق طال الأعشاب إذن مؤشر الحرايق بلش يرتفع وبلدات كتيرة عم تقترب من مرحلة الخطر هالشي بيدل على أنه بلشنا ندخل فعليا بموسم الحرايق وإزاق هذه الأرقام المسئولية الملقات على عتقكم لازم تتضاعف وتتسم بجدية أكبر كونوا كتير متنبهين لكل شغل بتعملوها بهذه المناطق انتبهوا كيف عم تشووا اتأكدوا من إطفاق مصادر النار كلها قبل ما تفلوا من أي محل ما تتركوا زبالة في أقزاز وتفوز سواجير بكبيات ماء أو منافط خارجية وما تكبوا السيجارة الوالعة بالأحراج أما بالنسبة لفحم الأراجيل اتأكدوا من إطفاقه بالماء قبل المغادرة وتذكروا دايما أنه الإنسان هو المسبب الأول للحرايق الطابة بملعبكن ما تستلشقوا